متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة باعتذر الفيديو السابق يعني استخدمت مساعد بالذكاء الاصطناعي علشان يطلع يقولكم على الخبر الجديد وهو ان الان اوبني اي وفد بعدها واصبح الان متاح نموذج مفتوح المصدر بوزنين مختلفين وهو جي بي تي او اس اس النهاردة ان شاء الله باذن الله هنشغلوا بشكل عملي على الجهاز ونجربوا ونشوف كمان ازاي ممكن تستخدموا على منصات اخرى من اهم هذه المنصات اهم هذه المنصات هو جي بي تي او اس اس بلاي جراوند حاطلكم الرابط في الوصفة اسفل الفيديو تقدروا بيه تجربوا كل من جي بي تي او اس اس مية وعشرين بي وده طبعا حجمه كبير جدا يعني صعب انه هو ينزل على الجهاز العادي الا لو حد عنده جهاز يعني قدراته عالية جدا وكتكلمت عن المتطلبات الخاصة بتنزيل كل من النموذجين في الفيديو هحطلك الرابط الخاص بالفيديو اللي هو كان مقدمة معرفية عن هذا النموذج في الوصفة اسفل الفيديو وهنا بالنسبة ليه النموذج التاني وهو النموذج جي بي تي او اس اس شرين بي وده هيحتاج ان انت جهازك تكون على الاقل 16 جي جا رام وهنا عندك الريزونينج ليفل والهاي والميديم واللو تقدر ان انت لما تيجي تختار النموذج اللي انت عايز تجربه تقدر تختار المستوى الخاص بالريزونينج ممكن يكون هاي ممكن يكون ميديم ممكن يكون لو ممكن تعمل دي سيبل مش عايز ريزونينج خولز فهنا سي مثلا اممكن اختار ما بين الاتنين وابتدي ان انا استخدمهم لكن اخد بالك بقى من حاجة ان انت ممكن تلاقي في ضغط عالي جدا حاليا على جي بي تي او اس اس بلي جراند يعني احقف هنا على جي بي تي او اس اس 20 بي وابتدي هنا اسأله هاو ميني هاو ميني هاو ميني هاو مثال سريع يعني مش بفضل استخدمه خلاص بقى النموذج عدد هذه المرحلة ولكن هنبص بس نشوف بيبتدي انه هما يفكر وهنا بيقول لي فيه 3R في ستروبري وهنا اخد couple of seconds يعني الموضوع سهل جدا جدا يعني زي ما قلتلك انت عندك ال high show reasoning والmedium ولو انت عايز تستخدمه على هذه المنصة مع الوقت الضغط عليها حيقل فممكن انت تستخدمه والناس اللي بتفضل دارك مود تقدر تغير لي دارك مود من هنا زي ما احنا شايفين نيجي بقى لي الحاجة المهمة وهي ازاي ان انا شغاله عندي على الجهاز والنقطة ضيء بتهم الكثيرين لان هو كمان open source فهو ده الغرض منه ان انا استخدمه عندي على الجهاز طب استخدمه ازاي؟ فيه تلات طرور رئيسية تطبيق علامة الاسهل والاسرع وده بيدعم ويندوز وماك ولينكس وايضا عبر تطبيق المستوديو لكن هنا بيتطلب ان انت تحط بعض الاوامر في الترمينال فيه ايضا عبر الهاجنج فيس وده مناسب اكتر للمستخدمين التقنية احنا هنستخدم اسهل طريقة عبر تطبيق علامة كل اللي عليك ان انت هتروح على علامة وتبتدي ان انت تنزل علامة من على الموقع وكنا اتكلمنا على الموضوع ده من قبل ازاي تنزل علامة وتثبته زي ما بتثبت اي صوفت وير عادي عندك على الجهاز وتبتدي ان انت تفتح التطبيق وتختار النموذج وده اللي حنعمله دلوقتي تبتدي تكتب الرسالة بتاعتك والتطبيق بقى بيبتدي ان هو ينزل النموذج تلقائيا وبعد التنزيل بتبتدي تستخدمه عادي جدا لما بتشغل النموذج لأول مرة يعني يقول لك ازا كنت عايز تشوف خطوات الاستدلال او تخفيها تقدر ان انت تتحكم في هذا القيار في اي وقت يلا بينا نشوف استخدامه على أولامة زي ما قلتلك بتعمل داونلود لأولامة وتثبته عندك على الجهاز ويلا بينا نفتحه ونشوفه هنفتح أولامة بالشكل ده وحنلاقيه على طول مفتوح على جي بي تي او اس اس توينتي بي زي ما انتوا شايفين وهنا في امكانية زي ما قلتلك ان انت تختار 120 بي ولكن على حسب امكانيات جهازك لان انت اول هنا ما حتقول له هاي ودوس انتر حتبص تلاقيه على طول حيحمل لك الموديل اللي انت بتعمل شات معاه حجم الـ 20 بي 12.8 جيجا بايت لان في بعض المتابعين سألوني عن الحجم الخاص بالـ 20 بي حجمه 12.8 جيجا بايت فلازم يكون عندك على الاقل 13 جيجا مش حاولك 13 يمكن اكتر كمان شوية جيجا بايت على الجهاز علشان يشتغل بكفاءة كويسة ولكن زي ما قلتلك الحجم بتاعه 20.8 اعتقد الكثيرين هيقدروا انه هما ينزلوه ويستخدموه يلا بينا نشوفه بعد التحميل ونجربه بعد ما حيتحمل حيبتدي انه هو يرد عليك هالو هاو كن اي هل بيو توداي لان انا قلت له هاي فيه بقى حاجة مهمة جدا لو انت هنا فعلت السيرش عبر الويب يبقى انت كده بتقوله دور عبر الويب اعتقد هنا في الحالة دي انت لازم تكون متصل بالانترنت يعني لو روحت هنا في الستينج فانت لو انت عايز تشتغل لوكالي تماما وتحتفظ بالداتا بتاعتك لوكال في الحالة دي انت بتعمل دي سيبول للتيربو مود والويب سيرش مود الحالة دي بتخلي نفسك على الـ Airplane مود وده اللي انا هعمله دلوقتي وحرجع مرة تانية وابتدي ان انا اختبره حقوله احمد اكبر من سامي وسامي اصغر من ليلى من هو الاكبر وابتدي ادوس انتر هو بياخد وقت شوية وبعد كده بيديني الانسر احمد اكبر من ليلى سامي اصغر من ليلى بالتالي ليلى هتكون اكبر من سامي وسامي هيكون اصغر من احمد دي الاجابة بتاعته لكن اكبر كده سريع في الكتابة اكتب قصة قصيرة عن طفل اكتشف روبوت في حديقة منزله وحيبتدي اكتب القصة السرعة بتاعته مش بطالة يعني احنا هنا عاملين دي سيبل للتيربو عاملين دي سيبل للسرش وبنستخدم كل حاجة لوكالي زي ما احنا شايفين والتيربو هو خيار موجود فيه الالامة الهدف منه انه يقلل زمن الاستجابة ويخفض استهلاك الزاكرة اثناء التشغيل مع الاحتفاظ باداء مرتفع للمهام ولكن زي ما قلت لك للأسف علشان تشتغل على الداتا بتاعتك على الجهاز بتضطر ان انت في الحالة دي تعمل للتيربو ولي السرش فمش هتقرف تستغنمه لو انت مفعل هبتدي عمل وحبتدي اطلب منه انه هو يكريات ابلي ابل بيانو كيبورد يوزنج اتش تي ام ال اند سي اس اس ودوس انتر وابتدى يديني الكمبليت كود بتاعي فيور انا بيقولك هاو ات ووركس هبتدي اروح كده على ال اش تي ام ال اونلاين فيور حطيت الكود ما فيه صوت خالص الموضوع نفس التاسك ونروح على المنصة الاصلية اللي هي جي بي تي او اس اس دوت كوم هعطي نفس التاسك وهختار في الريزونينج الهاي وهختار عشرين بي ودوس انتر بص السرعة على المنصة عاملة ازاي السرعة عالية جدا طبعا ده هنا شغال اونلاين فطبعا في سبيل ان انت هتشغاله لوكالي الموضوع برضو يعني له او له بعض السلبيات هنا اخد الكلام ده كابي كده واروح على اش تي ام ال اونلاين فيور واجربه الصوت شغال معي احد ما عرفش ده كان طالع او ظاهر ليك ولا لأ ولكن الصوت شغال معي كويس جدا هنروح هنا للمية وعشرين بي نوقف على المية وعشرين بي في الريزونينج ليبل ممكن تختار الهاي وهنا حبتدي ان انا احط نفس الامر وندوس انتر سرعيته اقل من سرعة العشرين بي على جي بي تي او اس اس دوت كوم ولكنه الاقوى من عشرين بي خدربع وعشرين ثانية في التفكير وادي الكود حبتدي اخد copy الكود طبعا ملاحظين ان النتيجة افضل من نتيجة العشرين بي هنا بقى انا مش هفعل التيربو ولا هفعل الويب سرش هارجع مرة تانية اختار الايربلين مود خد بالك برضو انت في الجزء المتعلق بتفعيل الويب سرش والكلاود انت هتلاقيه بعد فترة يقولك ان انت لازم تعمل اوبجريد علشان تقدر ان انت يعني تتصل بالكلاود وتعمل ويب سرش لكن في اللوكالي عادي جدا يعني بس هتلاقيه زي ما انت شايف كده بسيء جدا ممكن نجربه الى الشين بي هروح تاني اعمل نيو شات وابتدي احط نفس الطاسك وادوس انتر طبعا انت هنا في البلاي جراوند متصل بالانترنت وشغل على المنصة اونلاين بص السرعة خلص لك تقريبا خلاص على وشك يخلص لك الكود حطيلي الشمال الواحد والسي اس اس الواحد والجابا سكريبت الواحد وحقول له put all quotes in one text file حيقول له you have hit the usage limit ممكن تعمل sign in في الحالة دي بتعمل sign in بيق الاكاونت بتاعك على هاجينج فيس لما تلاقي نفسك وصلت لي انا ما اجرب معاكم الموضوع بشكل عملي كده يعني الاول مرة live معاكم هنا هو لي هنا انت ليك عدد محدود لازم تعمل sign in بالهاجينج فيس بعد كده حيحط لك كل الكود هنا طلبت منه في تكست فايل واحد حتداخدو كوبي وادي الابليكيشن منت مثلا هقول له فيب الانكم الاكسبنس مثلا مية هيبقى اعلى وهكذا هيديك بقى الانكم والاكسبنس بالشكل ده ده اسمه وزي ما قلتلك خش بحسابك على هاجينج فيس علشان يسمح لك اكتر بعدد مرات اكتر لكن على علامة تقدر تستخدمه براحتك طالما انت مش عامل يعني enable للتيربو والويب سيرش هتبقى براحتك تماما في الاستخدام تعالي بقى نشوف كده سؤال منطقي وان شاء الله في فيديوهاتك قادمة بإذن الله نجرب حاجات تانية كتير ولكن النهاردة يعني الموضوع كان تجربة كده عملية live معاكم بجربه والله معاكم كده ايه لأول مرة حاجة بس مهمة جدا حابة اكلمك عنها ان انت يعني تقدر تتحكم في الكنتاكست لنس فلو انت عايز مثلا مقالة طويلة او تحليل طويل شوية تقدر ان انت تتحكم تخلي الكنتاكست ستاشر كي اتنين وتلاتين كي اربعة وستين كي من هنا يعني براحتك تماما هنا حبتدي ان انا اقول له اديني فرق ما بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام باستخدام امثلة حياتية وحبتدي ان انا ادوس انتر طبعا زي ما انتو شايفين بياخد وقت هنا بيقول لي ان الذكاء الاصطناعي الضيق اللي بيصمم لي مشكلة او بيؤدي مهمة معينة فقط ولا يمتلك قدرة على التعميم او التفكير خارج نطاق ذلك المجال وبعدين ابتدى ان هو يديني يعني مقارنة ما بين الذكاء العام والذكاء الضيق من ناحية المهمة والتعلم والمرونة والقدرة على التعميم اعطاني امثلة حياتية على الذكاء الضيق زي سيري وجوجل أسيستنت وايضا خوارزميات التوصية في امازون او في التطبيقات بشكل عام برامج مرأبة الكاميرات الامنية ألعب الفيديو الذكية كل دي امثلة حياتية على الذكاء الضيق المفروض ان هو يديني كمان امثلة حياتية على الذكاء العام ابتدى يشتغل على الذكاء العام ويشرحوا لي هو نظام يتسم بقدرة التفكير المنطقي والتعلم على مستوى الانسان يفهم اي مهمة معرفية ويمتلك القدرة على الفهم والابتكار والتخطيط وهيديك امثلة حياتية على الذكاء العام فبيقول لك ان امثلة تخيلية لاننا لنملك بعد الذكاء العام وبالتالي حتى الان الاجي اي مش موجود عشان نكون عارفين وهو الذكاء الاصطناعي نفسه بيقول الكلام ده وبيديك امثلة تخيلية على الذكاء الاصطناعي العام ده بالنسبة لي طريقته فيه الاجابة والرد على الاسئلة اللي بتحتاج ريزونينج او منطق طبعنا بشكل سريع ان شاء الله كده حنشتغل على يوس كيسز فترة الجاية ونقدر نحن يعني نفهمه اكتر ونفهم الخبايا بتاعته اكتر اتمنى تكون استفدتوا او على الاقل يعني الموضوع بين اكتر ليكم وتقدروا حاليا تنزلوا زي ما قلت لكم عندكم على الجهاز حجمه 12.8 تقريبا جيجا بايت ولو انت الرماد بتاعت الجهاز بتاعتك 16 جيجا بايت اعتقد الموضوع هيكون مفوش مشكلة في الاستخدام اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة انفو تكفريو وبحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فارج من السوش زعمونا باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين العزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته